طيب بسم الله والصلاة والسلام على سيد الخلق المسرينة مبادح ياكم الله يا الشباب في تحليل الأسهم اللي تطلبونها عندي حبيبنا يقول لهندي أبو ناصر على تحليل المؤشر والله يكتب أجرك بياك حبيبي السلام عليكم أبو ناصر لا هن تحليل سهم لو بريف وفقك الله هذا أول سهم عندنا لو بريف بعدين عندنا يقول أجزاك الله خير لا هن تحليل سهم نمى للكيمويات هذا السهم الثاني بعدين عندنا حبيبنا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو ناصر لو تكرمت سهم مسك تم تحليل يا حبيبي يرجع له أمرك كان مساء الخير أبو ناصر الحمد لله على سلامتك لا هن تلكيميائية والصناعات الكهربائية الكيميائية أبشري صناعات الكهربائية تم تحليل ورجع إليه موجود في القناة عندنا حبيبنا يقول سام أمن تيت لأسبوع نازل نشوف سام أمن تيت هذا السام الرابع بعدين عندنا أحمد عواد يقول مساء الخير متعك الله بالصحة والعافية أمين وإياك والسامرين يليس سهم المصافي وهذا السهم الخامس إذن عندنا لو بريف نمى للكيمويات الكيميائية أمن تيت والمصافي المصافي خمسة أسهم نقف عندها طيب أول ما نبدأ ب لو بريف لو بريف هذا لو بريف طبعا السهم أتبقى أنه حديث فلذلك نكتفي هنا طبعا السهم صعد صعود كما نرى بعد اختراق القمة الموجودة عندي هنا اللي هي قمة مية ثمانية وربعين وانطلق وضرب الهدف عند المية وواحة ستين وتعداه وصل إلى مية وثمانية وسبعين بالمية طبعا السهم سجل مية تسعة وسبعين لكن نسبة الفيبو مية ستة وسبعين هذه الشمعة على الشهر هنا يعني فيها نوع من السلبية لكن لا يمكن أن أحكم عليها بالسلبية إلا بكسر قاعة نشوف الأسبوعي الأسبوعي الشمعة سلبية طبعا عندي هنا منطقة مية و أربعة واربعين لا تكسر لأن قاع أسبوعي تغير الاتجاه فلذلك عندنا موجة هابطة على الأسبوعي على اليوم طبعا القاع هذا كسر هنا لأن هذا قاع اليومي تغير القاع اليومي وصار هذا وتم كسر المية واثنين وسبعين ريال تم كسره ونزل تحته إذن عندي تصحيح على فاصل الأسبوعي فلذلك لابد أكون حذر على الشهر الجاي الشهر الجاي لازم أكون حذر لأنه قد يعطيني موجة تصحيحية للموجة التي صعدها خلال خمسة أشهر الماضية هذا بالنسبة لسهم بلوبريف فخلك يا صاحب لوبريف منتبه للسهم آآ تمام الآن السهم اللي بعده وهو سهم نماء للكيمويات هذه نماء للكيمويات ناخذ المؤشرات أولا نشيل طبعا نماء حتى الآن مؤشراتها لم تصل للإيجابية يعني لم يخترق الخط الأسود لم يعطيني تقاطع إيجابي في معشر التذبذب لم يخترق الخطوط المتوازين والترند والمتوسط الترند لا زال حتى الآن يسير هذا أضف إلى ذلك القمة اللي أنا أريد يخترق هي هذه القمة الموجودة عندي لم يستطع أن يصل إليها اصطدم فيها في شهر الماضي ولكن شهر هذا بعيد عنها وهي منطقة 36 45 في نماء للكيمويات على الأسبوع عندي موجة ارتدادية أعتبرها مضاربية حتى الآن لأنه المؤشر اللي دائم يعطيني يعني تحت الأزرق وهذا شيء يعني يجعل الموجة ضعيفة فلذلك الراقب هل يستطيع الاختراق 36 45 والإغلاق فوقها ولا لا طبعا حتى الآن أنا عندي قاع الأسبوعي في منطقة 32 65 طيب متى أنا أعتمد هذا القاع إذا أغلقت عند 6 فوق 36 10 فأنا أعتمد القاع اللي فوق على اليوم لاحظ المؤشرات بداية إيجابية في مؤشر الأداء لم يخترق حتى الآن ولم يأتي تقاطع حتى الآن اشتهم قاعد يمشي عربي لاحظ المنطقة هذه والمنطقة هذه واحدة فهو قاعد يمشي عربي نشوف الراقب هل يخترق ها للأعلى ويواصل صعوده ولا يكسر وينزل للأسفل فنحتاج إلى النظر في هذا الأمر نشيل الخطوط هذه ونحط على الشهري ونشوف الآن الوضع الحاصل عندنا طبعا يا إخوان أول أمر لازم ننظر هل وصلنا إلى قيعان في عملية الموجة الهابطة عند 50% طبعا ما وصلنا 61% فلذلك الآن الآن عندي أنا طبعا لو رسمت تريند بهذا الشكل نجد أنه اختراق تريند في هذه الشمة أو رسمنا تريند الثاني لا زال تريند فأيدا أنا عندي قمة في هذه المناطق وهي منطقة ال36 45 ضرب فيها ورجاء أي اختراق لها مواصلة صعود طيب لو ما قدر يخترقها وتراجع للأسفل طبيعي جدا لأنه لم يصل لأهداف النزول الحاصل عندنا لكن حتى الآن الشهري يعني اعتبر إيجابي يعني إيجابي من ناحية أنه لأربعة أشهر شموع خضر فلو نزل يهمني القاع الموجود عندي هنا لا يكسر 35 هلالات كسره معناته نزول فلذلك نكون منتبهين وصاحيين مع نمى فأنا ما قادت تستعرض في هذه المناطق طبعا عندك اليومي بيعطيك إشارات للأسبوع والشهري بالاختراق أو عدم طيب بعد النمى للكيميائيات نأخذ الكيميائية كيميائية طيب نأخذ نأخذ الآن الشهري لاحظ الكيميائية لازالت الشمعة الشهرية قوية جدا وباختراقات طبعا عندنا 4 ريال كسرة تغير الشهري حتى الآن الشهري ممتاز جدا على الأسبوع نلاحظ لازال السهم مرتفع لكن لابد أن ترى أنه يعني السهم لا زال إيجابي لكن عندي منطقة وهي المنطقة الموجودة عند الخمسة خمستعش لا تكسر على الكيميائية على الأسبوع على اليوم عندي منطقة هنا مهم جدا عدم كسرها وهو القاع الموجود في هذه المناطق عند السبعة خمسة ثلاثين أي كسر لها عملية نزول مؤشرات كما نرى منتازة جدا نأتي الآن للقياسات وغيرها نأخذ الآن فترة زمنية طويلة والآن عندي الشهري طبعا الموجة الأخيرة هذه نحاول نبعدها عشان يأطينا قراءة طبعا أنا مخترق قمة الآن عند السبعة واحد سبيل الثبات فوق هذه القمة ثبات فوق هذه القمة أول أهداف يواجه سهم الكيميائية 9 ريال 46 طيب 8 55 هذا ليس هدف هذا يعني قد يكون هنا مقاومة بسيطة بعض الأسهم تضرب فيها وتنزل ولكن الغالب أننا نصل إلى 127 عند 9 46 بهذا الأرض طبعا لابد أن تكون حذر أيضا وانت تعامل مع السهم لأنك أنت الآن تتعامل مع السهم في قمة يعني عشان أنا أبحث وراء هذه المسافة قد أتعلق في هذه النقاط طيب عندي الآن هذا النموذج الكبير أين أهداف السهم منطقة 61 عند 11 ريال إذن السهم يستهدف في المدى البعيد المدى البعيد هذه المنطقة 11 68 ولكن ولكن يا أحبابي هنا لازم تعرف أنه قد يعطينا جني أرباح وحتى نصل لأنه منطقة 4 ريال عشان تنزل من هنا لتكسر بعيد جدا لذلك السهم في اتجاه صاعد هذا بالنسبة للكيميائية نشوف الآن أمن تيت أمن تيت يا أحبابي أول أمر طبعا هذا نشيل كل الخطوط التحليلات قديمة اللي بيرجع لا يرجع لا في القناة قلنا نحن عندنا موجة هابطة طيب السهم لا زال في اتجاه صاعد في اتجاه صاعد النقطة اللي تحول الاتجاه إلى هابط هو منطقة 12 ريال 14 لكن السهم حتى الآن أمن تيت هذه الشمعة الأولى نزول فهو الآن يسوي لقاء صاعد طيب على الفاصل الأسبوعي لاحظ المؤشرات بدأت في الانحراف للأسفل مؤشر الأداء كسر خط الأزرق وكسر قاء مؤشر التذبذب بدأ في الإحمرار السهم بدأ في الإحمرار هنا إذن أنا عندي الآن منطقة مهم جدا ألا أكسر 22 26 لا بد نحافظ عليها حتى الآن نزول المبعيدين عن المنطقة هذه في سهم أمن تيت طيب على اليوم على اليوم لاحظ عندنا موجة هابطة كسر هذا القاء يا إخوان سوف يقود السهم للنزول إلى مناطق قريبة من 22 ريال يعني بيسكر كل الخطوط هذا حق الاكتتاب بيرجع الناس إلى سعر الاكتتاب مؤشرات سلبية على الأداء وعلى التذبذب بدأ يفتح فهمه فلذلك الراغب الـ 26 طيب السر في هذا النزول طبعا لازم تعرف أمر مهم السهم أي سهم ولو تراجع جميع الأسهم أول ما تعلن الجمعية غالب الأسهم 99% من الأسهم إلا ما هذا يعني نزر بسيط جدا اللي ما تفاعلوا مع خبر زيارة راس المال يعني عندما يصدر قرار في نفس اليوم هذا الآن يوم الجمعية بعد الإغلاق يفتح نسبة نسبتين بعضهم خمس نسب ست نسب هذا أخذ له ثلاث نسب هذه نسبة وهذه نسبة وهذه نسبة ثم نفك النسبة هنا ونزل طبعا يبدأ في عملية النزول أول ما تنزل الأسهم في المحافظ تلقى السهم قد ينسب في نفس الجلسة أو أنه يكسر سعر التقسيم يوم التقسيم هذا هو شوفوا وين في نفس الشمعة طبعا هذا في اليوم الثاني النسبة لكن هذا هو الفعلي هو يوم عشرين اثنين فقد يكسر سعر اللي قرروا تقسيم السهم عنده فلذلك لابد أن يأخذ للسهم فترة زمنية من عملية الطحن إلى الأسفل مثل مثل وفرة لاحظ وفرة لو تتابع شارط وفرة تجد أنه بعد الاكتتاب ضغط وفرة لفترة زمنية طويلة اليوم وفرة ما شاء الله تبارك الله بدأت تتحرر بدأت تسجل أرقام في الأربعينات وإلى آخر فهذه ما كانت موجودة في وفرة سابقا طيب وش السر في ذلك يعني هي عملية تجفيف لأنه المضارب يريد امتصاص الأسهم الموجودة بعيد الناس يعني هذا بالنسبة لسهم أمنتيت يبقى عندي سهم الأخير قبل ما نروح عندنا القياس طبعا هذا الآن عندي الموجة الصائدة من هنا إلى المنطقة هذا لاحظ الارتفاع الذي تم اكتتاب وين وصل 88% وبدأ الآن في النزول طبعا السهم في المستقبل إن شاء الله طبعا هذه قيعان قد يصحح يسوي لقاع ويرجع مرة ثانية لاختراق هذه المنطقة وبيكون أول أهدافنا هي منطقة الواحد واربيئين ريال بعد التصفية يعني لابد أن ننتبه من الضغط اللي يحصل بعد نزول لا أسهم ما أدري ولا متى تنزل لكن عموما السهم حتى الآن معطينا إشارات جني أرباح المصافي المصافي تكلمنا عنه في آخر تحليل للسهم وقلنا أنه المصافي حتى الآن في اتجاه عرضي لاحظ هذه المنطقة كلها عرضية عنده منطقة هنا عبارة عن دبل بين المتوازي وبين متوسط الترند في منطقة الموجودة هنا عند منطقة التسعة وتسعين ريال هل يستطيع اختراقها ولا لا المنشرات حتى الآن يعني فيه اخضرار وفيه ملامسة الخط الأسود لكن لم تعطي إيجابية ناخذ الآن الأسبوعي الأسبوعي في يعني بداية إيجابية في مؤشر الأداء وإيجابية موجودة في مؤشر التذبذب عندنا كذلك اليومي اليومي في إيجابية وهو قاعد يسوي الآن قاع صاعد قاع صاعد طيب تعالوا المنطقة الفاضية الآن أنا عندي كوبو عروة هنا هدفي هو منطقة الأولة منطقة المية وتسعة تسعة اختراق الهدف عند مية وستة وعشرين ثمانية وعشرين عندي هدف وثم بعد كذا عندي المنطقة المية واحد ثلاثين إلى مية خمسة ثلاثين اللي هو نسبة الفيبو والهدف بعدين مية واحد واربعين اللي هي مقاومة القمة في هذه المناطق لسهم المصافي إذن المصافي باختراق التسعة وتسعين ريال بنشوف هذه الموجة بحول الله وقوته بالتوفيق للجميع السلام عليكم